رح نحكي اليوم عن الميكسنج. شو معنى الميكسنج؟ امتى منحتاج الميكسنج؟ امتى منحتاج الميكسنج؟ ولا ايش بدنا نخلط. هلا عادة بالصناعة الضوائية في المرحلة من المراحل يحتاج to mix. سواء كان powder, liquid or solid and powder. فبدي اعرف شو هي معنى ميكسنج؟ وشو هي الاشياء؟ الميكسنج، الفاكتور افكتنج ميكسنج واللي محتاجها حتى اعمل الميكسنج. فشو الميكسنج؟ الميكسنج is an operation in which two or more components in a separate or roughly mixed condition are created so that each particle lies nearly as possible in contact with the particle of each of the other ingredients. يعني انا بالمجمل انا بدي اد عندي المادتين A and B. بدي المادة A جمها من المادة B. B جمها A. حتى يكون عندي ideal mixing. او هذا نحكي اذا نحكي بالاشي الideally. الاشي اللي انا بتوقعه في الريال لايف انه اذا اخذت random sample تكون فيها نفس البروبورشن من المادة A ومن المادة B. يعني ما بصير اذا خلطت ايجي اخلط خصوصا اذا نحكي على tablet tablet. tablet مو بس اكتر ايضي. اذا انتم نعرف ايام ممكن يكون فيها عندك عشرين exhibition فيها. فانا اذا اذا الخلط ما كان منذ ما كان uniform. ممكن عينة اخذ منها تكون كلها drag. وعينة تانية تكون كلها exhibition. فاذا ايه بدي ايجي اكبس tablet tablet. tablet تيجي placebo ما فيها ادواء بس exhibition. فاذا كان الخلط ما كان واناتو راح يكون عندك المشاكل بعدين. فيما بعد بالنسبة لا الافيكاسي لهاي. طبعا بالمصانع ما بمسلوب هاي المرحلة لانه احنا كل steps فيها تحت under regulatory و under quality considerations حتى ما اوصل انه بنحكي على خسارة كثيرة للمصنع انه باش مسلا تطلع تكون البلسيطة. وبباش تانية مسلا كلها تكون drug. فهاي بتكون بالنسبة له خسارة كثير فحتى ما يصير عندنا هاي داركوا هاي الخسائر فبيكون من اولها وراح تشرق بسيش الدكتور بشاري شاحقون علي quality. راح تشوفوا كيف منتبع الامور هاي حتى ما يصير في عندنا هاي المشاكل. فاذا في البداية المكسيكي لروسي زا تنتمت الانودمسيكي لحسب الانودمس في الانودمس الله وهذا المعكسيكه نوعين حكي انا Li بانضمس مو عي انا بانه امسلم امسلم أنه يكون منه بانضمه عندنا بانضمه لكن احنا عادة ان امسلم بالرهيين لانو الانودمس مو عالا للانودمس hier is the quantity of the material in all parts of the system is the same. أو ماذا بد إجمج عميه إجمج عميه إجمج عميه إجمج عميه إجمج بإجمج.. هاي يوجد هاي يسمي بإجمج إجمجج أو غاربيةية إجمج ما أشغل يوجد نوصل له إحنا 비مجج انا بالريل لايك انا بكون مبسوطة اذا وصلت للراندوم ميكسنج. شو يعني الراندوم ميكسنج لو اخدت عيني عشوائية مثلا من الكنتينر. رح يكون مثلا نسبة الريشوز. في التومية مثلا واحد لثلاثة. لو اخدتها من الريشو من الجهة الثانية نفس الشي. الجهة هون نفس الاشي. هذا اذا عندي هذا الراندوم ميكسنج المتساوية انا بقول انا وصلت الراندوم ميكسنج and I get my end one. رح يكون عندي نفس نسبة المادة A من المادة B. ميكسنج. ما عندي اشي مختلف. لا في عنا العكس المكسنج اللي هو اسمه السيجريجيشن او الدي مكسنج. هلا ايام بيكون السيجريجيشن بيكون لحالة بصير. وايام يعني I need to expand energy على حتى يصير عندي السيجريجيشن. هلا اين تبصير السيجريجيشن ايام اكتب بخلط وبزبط الخلطس بيشليه بالبودة. بنكون حاطينهم في الهوبرت وبخلط وسرعة عالية وصار الخليط مزبوط. وتركه شوي. وجهة بستلاقيين فصل. كل شو لحال فاضي. هلا. فبالتالي I want to know طبيعة المكسنج اللي عن بخلطه. حتى ما اضيع energy على الفاضي حتى اعرف الدارك ما يصير عندي السيجريجيشن. هلا السيجريجيشن بالبودة بتصير اكتر منها بالليكويد. مثلا والسبب اني مثلا تنور اختلاف البارديكن سايز. عندي بارديكن سايز كبيرة و بارديكن سايز صغيرة. اختلاف الدست. اختلاف البارديكن شيف. مشان ليك احد الاسباب اللي بيشتغلوا فيها دايما بس نصنع تابلت. او بيصنع كاب سونس. اللي هي بعمل. اللي هي شوف معناته بال كلها بتكون سفريكة البارديكن. وكلها بتكون نعمل حتى اضمن على نفس السايز. ونفس البارديكن شيف. ليش? لانه اختلاف البارديكن سايز اختلاف الشيف. هرد يؤدي لها سجريكيشن. انه تفصل البارديكن. فالسجريكيشن ارائز because powder mixes in count that practically are not complicated monocytes. انا بحط بهال بخلطة التابلت اكسيديانس اشكال الهان. مواد مختلفة والها طبيعة مختلفة. مختلفة. فمفروض واحدة اذا ما كانت الى نفس السايز نفس الشيء. وبالتالي كل شغلي مو مزبط راح يكون. فانا من البداية مفروض اطلافها مثلا اعمل فانا يكوحد السايز وحد الشيء. بس يكون عندي اختلاف اختلاف فزيكال شيف اختلاف سايز راح يقدي الى السيجريكيشن. الانواع سيكون احدها اللي هو البركوليشن سيجريكيشن. شو يعني بركوليشن? انهو عندي بارتكولز بزغيرة وبارتكولز كبيرة. البرتكولز بزغيرة راح تدثل حالها ما بين البرتكولز كبيرة. فاذا عندي الكونتينر صار السايز كبير فبتنزل under the bottom of the container. فصار ان the bottom of the container نوعه و القصير السيجريكيشن و الكبيرة صاف ايجريكي ميتكولزش كبيرة وكبيرة وستو كبيرة. اوكي? بو رفتكوليشن اي دهجريكيشن ولكن البرتكولز كبيرة كبيرة بوابت تتجهل من ملون الملونات. والسيجريكيح اللوز باقدر الغارات. البرتكولز جرد.ي تتجهل ميطر و تلاقي دول الصغار والكبار. لانو دهجة لصغيرة الفراغات ما بين اللي بالكبيرة صرت تتحرك معها. ايش فوصير لحالها تفصل. فصار عندي نوع السيجريجيشن اللي هو البركوليشن سيجريجيشن. نوع ثاني السيجريجيشن ما نسميه تراجيكتوري سيجريجيشن. تراجيكتوري من الحركة. عادة البارتكل سايزز الكبيرة حسب قوانين الطاقة الحركية نذكرينه قانون الفيديا الطاقة الحركية شو تساوي؟ كيف تعملون كتلة تسارو؟ وكل ما زادت الكتلة طاقة الحركية اكتر. فالبركول سايز الاكبر انا بتوقع انه هربته اكتر فبيمشي مسافة اطور. هلأ صار عندي لعندي بارتكل سايز كبيرة وصغيرة بس شغيلة الخلاط تحركت اسرع اكبر. وصار لحالها لانه طاقتها الحركية اكبر تفصلت حالها لحالها هذا نسميه تراجيكتوري سيجريكيشن بسبب اختلاف البركول سايز واللي عدى الاختلاف الطاقة الحركية. فالتراجيكتوري بي اللارجر بارتكل سايز كبيرة تحركوا اسرع صفة اللارجر بجهة والثانيين يجيه التعني صار عندي السيجريكيشن. النوع الثالث من السيجريكيشن اللي هي اسمه السيجريكيشن من كلمة اليوت. شو معنا اليوت؟ طاقع صاح؟ عادة بالهبر بس يجيب الكنتينر مثلاً العشرة كيلو مية كيلو من او من الاختلاف وحطوه عادة بالمصانع كميات كبيرة وبنزدوها بالكنتينر اللي كبيرة. ايام الدست الغبرة اللي بتطلع هاي بضلها طاينة بالهوا لنتيجة الاليوشن بس احفتم. فانا بحرك بالماكينة بضلها طاينة بالهوا بصير في تيرولات بضلها طاينة بالهوا بس وقف الماكينة كل هالدست اللي موجود بالهوا شو بصير عليه؟ بترسب فصار عندي هاي الدست الناعمة صارت فوق والتاني الثاني موجودتها حتناها عندي من فاحد الطرق اللي بتغلبوا عليها مثلا جيبه شفاطة دايما البودر النعمة خصوصا البودر النعمة اللي يعمل تكون يضوى بد عندي معناته انا اللي بس تنزل بآلات الكبس بالتابلت صارت اخر الطبقة فيها دوا كتير فدايما بتكون في شفاطة تسحب الدست اللي بتطلع عندي خلال عملية لانه البودرة نعمة بس يكبوها هيك طلع في عندي البودر في الغبرة هاي كلها بتترسب فوق فدايما الشفاطة بتسحب لكل البودرة نعمة بالتبار المتحدة بل جميع التحب لتحب الدستان فلديوشيك المتحدة من المتحدة من المتحدة من المتحدة من المتحدة بطلع 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 as the mass dumping and remain suspended in the air. When the mixer is topped or a material which charges is complete, these particles will sediment and subsequently formulaeer on the top of the coarser particles. إذا نهدون أني عنا ثلاثة أنواع من السيجريدات اللي هي بركوليشن، نوع ثانيش، تراجكتوري، والإيوشنال سيجريدات، أكتر طريقة نتخلص منها، شوفنا بعضها بسبب اختلاف اللي هي واحد السيجري، فأنا هيك بيكون اتغلبت على كتير أشياء من السيجريدات من السيجريدات، وتوحيد السيجريدات اللي هي نجي للأبجيكتوريشن، ليش؟ بدي أعمل أخلط. لدينا نجيها واحدة واحدة. لدينا نجيها واحدة واحدة. عادة إذا ما وعد دايبة مع بعض، مثلاً ووطر ولكمان، فأنا عملية الخلط أنا بس عم بخلطها، أم حولت لا سوليوشن، سكر وماء بدي حضار سيرب. هي عبارة عن فيزيكا المكشور. السيجريدات السكر والماء الي هي فيزيكا المكشور، لدينا نفس طبيعة الصليد أو داكور داكور. فيزيكا المكشور سكر وماء باودر والاكورد أنا بس ضولتهم مع بعض، حولتهم لسلكوشن، فعملت فيزيكا المشكلة. لانه بس نشف المايكولجار سكر لحان والمي لحان. فأحد أهداف المكسين تأتي لحول من صنوات لليكويد. ديسبرجن. هدا وين بنعمله؟ بالسوسبنشن والإمالشن. السوسبنشن اللي عندي إنسوليبل صليد إنه لليكويد. أو بالإمالشن إذا كانت لديه إمالشن لليكويد. فأنا كمان عندي ديسبرجن. بروموشن ايام بعض الرياكشن. إنه هدا الرياكشن بتم حتى أزبط الرياكشن سيكونه على بي أكش سبعة. فأنا المكسين بدي أزبط المكسين حتى أزبطها بي أكش سبعة. إذا ما صاروا سبعة ما رح يعطيني الاندي برودكس اللي بديها. فإذا تو ميك الرياكشن مفروض مثلا اعمل خلط. إذا ما خلطت مظبوط الرياكشن ما بتم بطريقة المناسبة. فهدول هنا موسلي أهداف المكسينج. هلأ في أيام ضروري مثلا بالتابلت. حكينا أنا بخلط كميات كبيرة من البودر السوا. فدول ضروري المكسينج والضروري. ووصلنا مكسينج بطريقة منيحة يونيفور مكسينج. أيام بعض التابلت سيكون فيها دوزز صغيرة. هاي ما تنشف بالعينك بس توزنها باللاب. ما بتشوفوه إذا بنحكي على ميليجرام. 1 ميليجرام. 2 ميليجرام. طبعا كيف بدي أخلطها. كل دي ورزنها. I need to disperse it with a carrier. فإذا ما كان المكسينج مظبوط ممكن دوز. يكون فيها كل هدوة. وخصوصا بالتابلت اللي تبعك الهرمونز. الهرمونز بيكون الدوزز فيها صغيرة كتير. ميليجرام يعني 1 ميليجرام. 2.5 ميليجرام. هاي كيف بدي التابلت أضمن إنه فيها هذا الدوز مزبوط. فبدي أعملها كيف بدي أخلطها مزبوط مع carrier. والخلطة هاي. والمكسينج مزبوط إنه يكون يونيفور. حتى إنه بس أخد عينة من الكاريير. مسلا الوزنة معينة يكون فيها نسبة معينة من الدوات وكافئة هاي الوزنة. حتى يصيد. فهون المكسينج is very is very important and very critical بهي الحال. إلا إنه إذا ما كان good mixing معناته ما رح أوصل للدوزة اللي بدي إياها من الدواء. فإذن المكسينج إلو ضروري في كتير من الأشياء بالصناعة الدوائية. طبعاً قبل ما أخلط أنا مفروض أتوقع شو اللي بتطلع عندي. لأ المكسير زي تطلع عندي إما عندي positive mixture. negative mixture أو neutral شو الفرع بينناتهم. positive mixture أنا بخلط الخلط بيكون سريع جداً ما بحتاج أخذ انرجي. مثلاً بيخلط كحول وماء. الخلط سريع. وبالتما خلطت وبصير ما في داعي لانرجي لأنه المواد حابة تكون مع بعض. الآن السيجريجيشن بيكون نانو سفونتانيوز. حتى أفصل المي عن الإثنون. I need to spend energy. فهون السيجريجيشن بيكون نانو سفونتانيوز والمكسينج بيكون سفونتانيوز. مثلاً water and milk. Water and if I know. هون المكسينج is المكسير is spontaneous. شو بفيدني هاد؟ بعرف انه متى ما خلطتهم خلص أحدهم مخروفين. ما رح يبصروا مرة تانية. هاد عندي اسمه positive mixture. هلا ال negative mixture دول المواد مجعبة لما يكونوا مع بعض. مثل. المي والزيت. دول لما حابة نكونوا مع بعض. كشو أنا بخلط بنخلطه. I need to spend energy حتى نخلط المي والزيت. لكن متى ما وقفت دول بيفصل المي لحاد والزيت لحاد. هون السيجريجيشن بيجي المكسير. السيجريجيشن is spontaneous. والمكسينج emits energy. فدول المواد في مثل هي. بدي انتبه ان دول السيجريجيشن بسرعة لحاله ما بدو energy لحاله بصير. فمسلا بالزيت والمي ما نضيف دايما surface active agent. اللي هي ال emulsifying agent. حتى خليهم مربوطين مع بعض. اذا يقلط الكمية شوين لحاله برجع بيفصل الزيت لحال والمي لحال. فدول المواد negative mixtures مفوضة كمية must find agent في الضيفة. بتكون critical. احسمها بالضبط. حتى اعرف قديش الكاميناة الضيفة ما يفصل عندي الميكسير هاد لانه هو ال is a negative mixtures. النوع الثالث من الميكسيرز اللي هو neutral. شو يعني neutral? ده ميكسير كسول. لا حالة بينخلط ولا حالة بينتصل. اذا خلطته بيعطي energy. بعطي energy بينخلط بضل مخلوط. واذا الفصل بضل مخصوط. يعني هاده مريح رأسه الميكسير. اذا خلطت خلص. مثل الكريمز. بتغلب ببداية اللي يحضرها. لكن خلص. متما خلطته مش رح يفصل. لكن مش مثل اني جيت الميكسير اللي بضلني خايفة انه يفصل بعدين. فالneutral mixture. static in behavior. no tendency to mix spontaneously nor segregate spontaneously. so both mixing and segregation occur with expenditure of energy. بدي اصفرف عليها. يعني حتى لو بدي افصلهم بدي اخف بدي اعمل energy. ما في اشي. دول عادة بكونوا. فاذا انا قبل ما اخلط بي اعرف طبيعة المادة اللي بدي اخلطها. شو نوعها? هالي little mixture or neutral mixture. هلا عادة شو انواع الميكسين دي اللي ممكن اصير في عنا? ممكن في عنا اخلط بالمعمل. liquid. liquid. or fluid. طبعا الفلود انتو اخدت رواب. سوتيكس تعني liquid and gas. لكن كمان اخدت بسوتيكس one. انه دايما الجازز. صح? دايما one phase system. اخدت مخلوطين دايما. فمين عنا المشاعكة دايما? بالliquids. liquid liquid mixing. solid liquid and solid solid mixing. او السمي solid. بلش بالliquid liquid mixing. هلا بالنسبة الى liquid liquid mixing شو الاشياء الكاركتوريستيكس الاشياء مطلوبة انت بيه اللي ها بس اخلط لك وتسوى. شو تتوقعوه? الحرارة اوكي مع انو احنا عادة انو نشتغل اللي هي ما بدي ارفع لها حرارة ولنزل حرارة بالخط. فانو اللي بيشكلك واعتمد على الحرارة بس تبرد الحرارة رح يبطل. البطل مخلوطين. فانو مفروض مع الحكيمة. اشي تاني? بلحة سيئة. ايضا كلارة. رائعين. هل في اليوم يقوم فإزالي؟ نعم، بلحة ستوقفتي بلحة سهولة. نعم، بلحة سيئة. نعم، البطل مخلوطين. بلحة سيئة. فلحة سيئة. ستيم تحطمت مح Heroes. عر 2005. عررى الجهة. عرى الجهة. كيف بدي اخلطه؟ بدوه مع بعض لكن مشكلة عملية الخلط راح تعذب لكن عملية الخلط بتاع خاصة وطرق خاصة لخلطها. الميكانيزم هيكلها راح ندرسها بس نحكي عن وهام اشي حكينا بالنسبة لليكويد بس اخلطها بس اختي على الفلو بس اختينا المواد حسب قانوني نيوتن تذكرون نيوتن؟ ماذا نيوتن عمل غير التفاح او قانون الجادمين شو عمل؟ في القانوني هو مشهور. دخلتوه. ايه؟ شو هي اللي نيوتوني نيوتن؟ شو هو خانوني نيوتن؟ يكون فيه تناسر بين الشيرنج ريس والشيرسترس والشيرنج استرس هاي حدا عم بتنسوها لا تستوى لا شرح فهو بين الشيرنج استرس والشيرنج ريس شو هو بحكيه؟ كل ما عطيه استرس اكتر فورس اكتر على الليكويد بتحرك اكتر يعني كل ما عطيه انرجي اكتر زود سرعة الخلاط وبتحرك اكتر عطيه انرجي اكتر بتحرك اكتر الليكويد هذا المواد اللي متل هيك تتناسب الشيرسترس مع الشير ريس التناسب ترضي وحاول فهم نشيل اشارة التناسب ونحط محلها constant وهذا constant سميناها البسكوسيتي فبس ارسم ال F تساوي البسكوسيتي في جيل F اللي هي الشيرسترس والجيل هي الشيرنج ريس فالمواد التي تتبع قانون نيوتن نسميها نيوتونيان وتتميز النيوتوني الماتيريال انه في عندي خط مستقيمة ما بين ال F وال G وده بيقرسم البسكوسيتي لها بتكون البسكوسيتي ثابتة على طول فدول المواد مثل الجليسارين بعرض خلاطة سرعة عالية خلاطة سرعة وواطنة نفس البسكوسيتي مش هتتغير البسكوسيتي لها ودول اللي نسميون ودول بيريفوني لاني I can estimate شو رح يصير على المكسور بسكوسيتي لهم ثابتين الدول المواد اللي نسميون النيوتونيان ماتيريال اللي هن دايما بيقلبونا بالخلط اول شي عنا اللي هو البلاستيك ماتيريال او الاسمه التاني اللي هالبينك هام بادل شو هي البلاستيك ماتيريال انه انا بشغل هالخلاط بحصها الليكويدز بشغل الخلاط برفعه درجة مثلا واحد بالخلاط مش عم بتحرك من ثابت لساته كأنه صورت عندي صورت اثنين ثلاثة الاوصل مثلا انا خمسة فجأة بصير يتحرك معي الخلاط بسرعة فهدول الماتيريال اللي هني before النقطة هاي اللي يبلش فيها بعد هالفورس تتحرك المادة نسميها اليرد بوينت فهدول المواد البلاستيك حسب السيانتست اللي اكتشف هالي الظاهرة سموهم بنج هام حسب السيانتست اسمه بنج هام وسموا الماتيريال باسمه بنج هام بادلس انه بكونوا قبل اليرد فاليو كشولد بعد اليرد فاليو بصيروا كأنهم الليكود فانا اذا عندي مادة عم بخلطها من البلاستيك ماتيريال مفروض دايما نشغل المكسر على طورس اثنين اليرد فاليو اذا قبل اليرد فاليو عالفاضي تضيع وقت عالفاضي ممكن احرق الماكينة وما يكون في عندي اي خلط بالنسبة للليكودز هاي بالنسبة لأول نوع من النظر نيوتونيان اللي هي من البلاستيك ماتيريال ودول بتميزوا انه ما بيبدأ من نقطة الاصل بيبدأ متوعد شوي من اللي هي اليرد بوينت بعد اليرد بوينت ماتيريال كل ما اعطي فرص اكتر بصير سائل اكتر النوع الثاني اللي هو الكاتشب دايما بس نحكي على البسودو بلاستيك ماتيريال نجيب ايزام بالكاتشب المشهول شو بتميز الكاتشب بس نكتب اليرد بوينترد معنا بعدين من برجع بالجنب ده هذا تيكسو تروبي احنا بدينا نرسل لبسودو بلاستيك انه كل ما حركه بزيادة بمرأ كل ما عطي فرص بمرأ اكتر من اللاكن صح؟ فبيعطيني بيسكوسيكي اقل من المتوفق بالنسبة لهي الفرص انه لو قارنه بالنيوتونيان الفرص اللي بعطيه للنيوتونيان بتحركه هالآن بلالبسودو بلاستيك بتحركه اكتر فمشان هيك المواد هاي نسميها شير ثنيني يعني كل ما عطي فرص تمرأ اكتر بتصير لكل اكتر فالدور اذا قالت شرعة تنخلط اكتر بصيروا لكل اكتر بتحركوا اكتر ممكن انخلطوا اكتر why؟ اذا كانت مادتي من النوع الثالث الهي الديليتنت او الشير بالعكس متى ايه شيء النشو والماء لطحين والماء دولة كل ما حركها اكتر شو بصير فيها؟ تجمل ايه ممكن اوصل لمرحلة لو عديت سرعة الماكينة عندي بها الليكويدز كانت مادة ممكن يحريها للماكينة مو دايما السرعة العالى احسن اعطي فور اني شو ما انا سرعة فممكن مع الفورس الاعلى تحول لسوليد وتخرب بشفرات الماكينة كلها اذا انا عامل بهاشة بيشتغل بها المصنع بايرتلي تحولني للقطاع خربت لهم الماكينة فمفروض دايما ينتبه لقضيعة المادة اللي بيشتغل عليها ناحية يفلؤه شو غيه طبيعتها؟ فاذا الفلويد ما يفلو فريلي أو يفلو وده رزيستنس في عنا نيوتونيان نننيوتونيان نيوتونيان ستشفل يفلو لائفوتر فالفوردن الشيئي سترس نيوتونيان الوزيس كونسطن دايما نيوتونيان فلويد بيشتغل 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 يابتد يبنزيد مع شيرو يليهيه ولي بتقل يليهيه نيوتونيان عم بلاستيك أو بيوم حام بيشتغل ديسترس هو نيوتونيان بيشتغل أبل اليالد بالو ما عندي نهائياً أي حركة للليقود. بتكلم أفضل. بتعطي الفورس ولا بتحرك الماكينة من النظر. فهدول المفروضين تبهل اللي دايما نعطيهن الفورس after the yield value. So the system exhibit elastic deformation that is reversible before the yield value. The pseudoblastics a type of flow where no yield value occur. the flow begin immediately. لكن the viscosity decrease as the shear is increased until a constant barrier is increased. The dilatant, the viscosity it has been zed. It is opposite to the pseudoblastics in that the viscosity increase with increase the shear and brain. Such material increase in volume. ليش بتزيد ويسموها dilatant? لأنه بتاخد كل ما تريها فورس أكتر تسحب المي لجوه. بتدخل وبتكبر بشانك نسميها dilatant. لنكمل diluted. بتصير كبيرة كتير وبتجمد وبتصير solid أكتر. بتصير كبيرة كبيرة. ما هو أنواع أو كيف يعمل أنا؟ ميكانيزم أو ميكانيزم أو ميكانيزم أو ميكانيزم أو ميكانيزم. بشئة هاي وبنقولها بحقه هون وهي الشئة فيهم. صار في عندي خلط؟ لا. لا. بس حركت عبارة عن bulk. شبت البارتكالز من هون جبت لهون وهون جبت لهون. هل هو البارتكالز ترانسورت. ما عندي افشيات ميكسنج. ما صار بتوين البارتكالز تغيرات. ما صار في تداخل. أنا بس حركت من جهة لجهة كانت. فهلي الموهمنت أو بلاتفل. لارج بورشن وفاتيليت بميكسنج من ميكسنج من ميكسنج من ميكسنج إلى ميكسنج. لا يصدر بميكسنج. هل هو حتى حسنها. تدع عندي بلاتفل ترانسورت في ضغير. مثل شفرات مراوح تريناء. حتى بتتحرك وتعملي شوية تداخل للبارتكالز. احسن شي ميكسنج. عم بعمل ايش؟ حركة. ليش سموتها البولانت؟ لان لو قصت السرعة البارتكالز بكل منطقة. سرعة الليكود كله ثارثة. لكن البارتكالز نفسها في عندي دفرنت فيها. في الانستنتانوس. فمن كيف بصير عندي مثل الموج؟ هذا الموج، هذا التربولنس، هاي العشوائية. هي اللي تعطيني ميكسنج وتداخل بالبارتكال. فالتربولنس is the result of turbulent flow characterized by random fluctuation of the fluid's velocity at any given point in the system. سيفي عندي تغيرات السرعة. سرعة اللي بارتكالون غير السرعة اللي بارتكالون. هشو بصير في عندي عشوائي. فمصير في تداخل. sure that sharing flow results in constantly changing velocity. so the fluid has different instantaneous velocity at different location at the same instant in time. coarse temporal and spatial velocity أنت تتخلصا لترميمات المزيدة ميكسي فإنه ميكسي ميكسي ميكانيزم لأنه الترمولنس حيثي عندي ترمولنس أو التماغ موجود أكتر من إد، شو من إد؟ هو الموجود، موجود إلى ترمه، موجود إلى 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 منطقة فبالتربولنت ميكسينج بصير في عندي إفيشانت ميكسينج على اللامينار سامعين كمة لامينار قبل هيك صح؟ شو معنا لامينار؟ طبقات بطوط مستقيمة سواء كانت بطول أو بلعط هلأ إذا المادي عندي بري بيسكس هاي مع التربولنس شو قدردو يحمل هالفلوز؟ ما رفت تتحرك فشو اللي بصير فيها الإفيشانت ميكسينج؟ من طريق لامينار شوية شوية هالفلوز؟ الحركة فيها بطيئة فشوية شوية بصير تتحرك وتنزل وبتلكينه قوي تنزل البارتكال الأولى فوق الثانية فوق الثانية وصير في عندي الليكسينج البطيئة وده عطيت اللامينار وقت والتايم أكتر لكن عادة إحنا ما بقل بستنى الساعة ولا يوم قوي سير يومكسينج ميكسينج 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 شغلات تانية حتى نسرع عملية الميكسينج فاللي فيه اللامينار اللامينار باخرامة ميكسينج 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 لامينار لتاوصية الميكينة على معامة متأسرعة لا راح اعمل تيربولنس ساعة ممكن يصير في عندي اللامينار فوق المحل اللي بخلط فيه ممكن تكون المراوح أو التربين جاي بالنص على اطراف الكنتينر جهة الولز of the container الجهة هاي اللي بعيدة عن التربولانسي بالنص يكون فيها المنهارفلو فإذا المنهارفلو ممكن نلاقي بالفيسكوس ممكن نلاقي الولز of the container وإذا كانت السرعة وبقطيع كتير ممكن يكون في عندي laminar flow mechanism in this mechanism layers fold back upon themselves thus the number of layers increases يضلوا فوق بعض ونزيد الليئر ومع الخلط شو بصير فيها thickness بتألو بصير في عندي mixing so the mixing involves reduction of the fluid layer thickness by reducing folding effect the applied shear between interfaces of the fluid similar to the mix ففي المحل ما بتيجي بارديكت الليئر من هو دي بنزل طبقات بينما تنزل الطبقة الأولى على الطبقة الثانية بيعمل صير في عندي mixing between the particles طبعا إذا خلطت laminar مع molecular diffusion بصير في عندي good mixing حالا بالملكلة diffusion ما ناسمها diffusion والdiffusion هاخدتوه بصوتكسنتريتا fixed first law, fixed second law, سعنا نفيهو اللي هو due to concentration gradient كل ما كان في عندي فرع بالconcentration بصير في عندي mixing بصير في عندي diffusion فا the mixing resulted from the diffusion of molecules caused by thermal motion referred to as molecular diffusion this occurs at the molecular level this time occurs there if we have concentration gradient إذا كل تركيز مثلا في منطقة أعلى من تاني في عندي concentration gradient ممكن يصير في عندي ساعدها mixing when molecular diffusion occurs in conjugation with laminar flow it may result in complete mixing but I have to give it time بدي أعطيها وقت لأن المolecular diffusion بطيء والlaminar flow بطيء فأنا بدي أعطيها وقت حتى يصير في عندي good mixing فإذا عنا المكانيزم of mixing بالليقود كم طريقة كم مكانيزم عندي أربعة مين الإفشيشنط فيهم التربولانت فلا هو الإفشيشنط اللامينار بصير بالفيسكس والبالك not efficient at all والمolecular diffusion مع اللامينار could be good لكن it have to be time determinant هلأ أنا خلطت كيف بدي أعرف أنه mix وصلت للgood mix quality of the mixture must be judged abundant bases أو صاهمها نوعبة بدي أطلع على أقول والله مخلوط خلص بدي أكون في عندي إشي reasonable إشي كم مي إيس على أقول وصلت لدرجة الخلطة المصبوطة كيف بدي أعرف فأقول لك إنه أحد من الطرق البلد وإنك نظر بكله ولا من رفض اللي كان زنزهال إنه ممكن تعبد اللم كتل إنه عم تتحرر كتل من كتل فأنا في إيس اللم صار that word scientist جمع حطلنا طريقة quantitative حتى حدد إنه وصلت لمرحلة الخلط ولا لا حتى في عنا نوعين من constants either scale of segregation or intensity of segregation على scale في عنها نوعين يعني linear scale volume scale شوفوا linear scale إنهم بإيس اللم اللي تطلع مع هذا يعمل الخلط بالcontainer عن different lumps بإيس و average diameter فيها فإذا كانت بيشوفوا هل هو متساول بكل الcontainer إذا متساول ما أنا تقول خلطت ممكن أو average volume شوفوا lump volume إذا كان متساول معنات on absolute للgood mixing الطريقة الأفضل اللي هي intensity of segregation اللي نشوف مثلا الcontainer اللي عندي في different frequencies أخر من different محلات samples و بإيس الcomposition فيها قديش من المادة أو من المادة اللي مثلا إذا كان متساول الcomposition معنات intensity of segregation يساوي 0 فكل ما كان قريب للصفر كل ما كان أحسن إني وصلت للgold maximum إنه ربي composition في all parts of the container يكونوا متساوي إذا كان متساوي ما نعطوش intensity of civilization is 0 ما بيكون رقمها التالي من 0 كل ما كان قريب إلى 0 كل ما أنا وصلت ل effective mixing أو effective random mixing time حكينا الTIME مهم جدا كل ما عطت وقت أطول محس كعندي كلها mixing mechanisms كلها time dependent لكن it depends هل أنا دايلي بيأعطي ورد هل دايلي عطي يوم يومين شو بدي أعمل حتى أسرع هذا الورد فهذا mechanisms that are active in bringing about mixing are all time dependent in the related importance as a process of mixing the process فأنا مفروض حدد الوقت اللي بيأعمل الخلق ودي خمس دقاية نفس ساعة ساعة قديش مسموح لمسلا عملية mixing تاخد معي وقت لأنه في اشياء practical يعني خلي وقت والله ساعتين بالنخلق أو يومين في اشي منطق وفي اشي مش منطق وهذا بيعتمد على طبيعة المواد اللي بدي استخدمها نيجي ل المكسينج كيف بدي اخل المكسينج اخل كنت بتاع مثلا انا بشتغل على باش وانا بشتغل continuous شو فرق باش تشغيلة معينة عندي وحجم معين خلط معينة بشتغل هاي ساعتها ماكينات وادوات راح تفعل معا عندي continuous الكون تفضل ورد بعبي وضل الخلط شغال هاي الالات وشكل والباش بخلص وبخلص طي الالات اشي تاهم الالات 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 المكسين 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 الالات هاي عندي اندلات التعمل الخلط الارج او الالج راح نجي ال continuous mixing في لها ماكينات ثانية ورح نجي على بور continuous mixing or batch mixing الاثنين بتشابهوا انو الprincipal واحد اللي هي عندي tank وعندي اشي source of energy اللي بحرك البودر او الليكويدز نحكى عن الكل سلا اللي بحرك الليكويدز اذا عندي tank وعندي source of energy اوكي فبتشابهوا بالتانك of supermancy وعندي means of energy to the system هاي بالنسبة للتانك هذا هو mixing puzzle في mixing puzzle يعني امبلاء هذا الشرط امبلاء امبلاء روماتور energy source energy عادة التانك بيكون مصنوع من دايما بنعمل فيها الخلط لانه ما فيها ويرنج ما بتصدي سعالة التعقيم سعالة التنظيف ممكن يكون في لغطة ممكن ما لغطة مفتوحة أو مسفقة حصل بخضوية المواد هلا مثل السيارات سيارات قديمة سيارات يشتيد بالصناعة يعبار عن ماكنات شو فيها اكسيسوريز زيادة فيها فيها تيرموستاك مثل الامبلر اللي بدو يتحرك حتى يحرك الليكوز طبعا البطم دايما بيكون ما بيكون مقصوص هيك تكون دائل حتى ما يصير في عندي دي سبوتس أو كورنرز يتجمع فيها المادة وما تنخلط فمفروض دايما تكون بشكل راون بطاق بطم از راون شوي امني بشاة كورنرز بطاق 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 بمخلط بمحلة معينة دي بتاق وبيطل دع المخلوق حسب وفيها وفي بعضها كول جاكت صناعة يعني هدا متل السيارات كلها بتشابه متور واربع جان لكن شو فيها اكسيسوريز شو فيها احنا ومبدأ كله فنك وامبلر حسنا شو فيه بلص هاي حسب شو نوع الماكينة الموجودة عندي هلا الامبلرز شو هي الميز تصبلي الانرجي عنا ايضا امبلرز او 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 نيجي الامبلرز الامبلرز عنا ثلاثة انواع راح نيجيها وشو هي اللي بصير بالامبلرز الامبلرز ممكن تعمل الامبلرز تانجينشيال من كلمة تانجين تانجينت اليوم المماس يعني اذا بحكي على دائرة مماس الدائرة حوالين الدائرة فإذا التانجينشيال اللي هي بالدور الامبلرز بدور دور هذا تانجينشيال اليوم الريديال اللي هي قطل فبدو يتحرك بطريقة هاي وآجزيال تشكيف عمو فأيام كنت عندي بالمروح بالامبلرز فيها بيتش وفيتش للإديال جدا للسحب دور دور الأجزيال الفلو تانجينشيال هادا هوا رسمتها اللي هي الامبلرز الامبلرز هاي الامبلرز ومازل شاoki اللي بدور حوالين كانو في دائرة بدور حواليها تانجينشيال الافق شاك بلاد الامبلرز التانجينشيال الفلوح أنه تقصد لو حطيت الامبلت بالنص اللي عنده البراون العمودي الخلاط وحطه بالنص بلعبة بتشوفها بس يشغلوا شو بصير في عنا مثل دوانة هلا عندي الدوانة هاي ما عندي خلط البرتكت مكلفة بتدور بورتكس طبعا هيك دايما وطبعا ده المواد فيها غازات فيها اشي راح نجيها بعدين على الفورتكس مفروض الهاي تنحط بشكل مائي عشان يصين في عملية الخلط اذا حطيتها بالنص ودرت له نوعه تانجينشي راح يولد لي الفورتكس فاي احد مشاكل التانجينشيال انه الفورتكس فورميشن الراديالي فلو بكون هاي شو بصير فيها انا بس بتحرق بتدرب بورتكس تبتنزل لتحت اذا كان نوع هذا الامبلر عالي تبتنزل الكنتينر بورتكس تحت ممكن ما تنخلط تحت الامبلر تنزل تحت الامبلر ممكن ما تنخلط ممكن نضرها تحت الامبلر وما تنخلط اجزع اجزع اللي فلو لتتتتت تتتتت تتتتت او بهد اتجاه. خلالي. اذا طبعت انزلت بطريقة مش مزلوطة ممكن البعض يتبقى وينزلو متل ما ينا بدون خلط. عادة اكتر اشي مفيدة بحالة الساسبنشن حتى تخلي دائما موزعة وما تترسب تضلها طالعة على السيفس او بالضغج والبالك ما يصير لها سدمنتيشن. فدولة هنى الثلاثة اه فلو باتن. هاي لو اطلعك عالكونتينلر اسميكو. هاي تمثل تانجينشي الفلو. هاي تمثل الرايجي الفلو. هاي تمثل الايزيال الفلو بنسبة للامبلنس. هاي اذا انواع الفلو ميكانيزم اللي بتعملها الامبلنس. لهن وصلت بالشعب فتحابب مشيكم متى البعض. قديش ساعة? لا شلس. اوكي? كافي هيك? اوكي يلا يعطيكم العافية. سامعيني يا. اوكي? او دكتور سامعيني. يلا يعطيكم العافية. اوكي ميزد کريك? اوة سامعيني. ابروات included. header.